وعود إلى أريحة حيث هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجمع دير حجلة البدوي شرق المدينة لمزيد من المتابعين نضم إلينا من هناك رائد الشريف مراسل الغد رائد ثماني عائلات كانت تسكن هذا المجمع الذي هدمته سلطات الاحتلال منذ قليل إلى أين ذهبت هذه العائلات بعد أن هدمت منازلها؟ هذا السؤال ستجيب عليه الكاميرا سترصد العائلات الفلسطينية التي دمرت جرفات الاحتلال منازلها وبيوتها المتواضعة من الصفيح ومن الخشب ومن النايلون سأترك المجال للكاميرا لترصد لكم الأطفال النساء كبار السن قبل قليل تمكن عدد من الشباب هنا لبناء خيمة أو بيت من الصفيح لكي يختبئوا من أشعة الشمس الحارة ونحن نتحدث عن الصحراء شرق مدينة القدس المحتلة وكذلك في مدينة أريحة والتي تعد هي أخفض منطقة في العالم حضرت جرفات الاحتلال الجنود بالعشرات وقاموا بهدم ثمانية منازل من الصفيح وخيام تعود لثماني عائلات تضم اثنين وثلاثين نفرا فردا ونحن نتحدث عن نساء وعن أطفال قطع الاتصال أرجو العودة لي سأتابع معكم الحديث على الهواء مباشرة لنرصد لكم ما جرى في تجمع عرب الدواهيك البدوي القريب من دير حجلة في منطقة أريحة وتحديدا في المنطقة الشرقية ولكن الحديث هنا عن منطقة إيوان وهذه المنطقة الشرقية التي تمتد من منطقة الأغوار حتى شرق مدينة القدس المحتلة وكذلك ما يعرف بمخططات الضم التي نعرفها وتعمل عليها قوات الاحتلال منذ فترة وبالتالي نحن نتحدث هنا عن تجمعات بدوية يتم بالتأكيد تهجيرها وترحيلها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولكن السؤال الذي طرحت أنت قبل قليل حسين إلى أين سيذهب هؤلاء خاصة وأننا نتحدث بأن الأمور والمواقف صعبة خاصة في هذه الأيام وبعد تلويح إسرائيل بضم مناطق من الضفة الغربية والأغوار كذلك ولكن هذه العائلات عادت ربما الآن الصورة معكم مباشرة عادوا لبناء منازلهم في هذه الأثناء يعني بعد هدمها وقوات الاحتلال كانت قد صادرت مقتنياتهم أخذتها معهم لكي لا يتمكنوا من إعادة البناء وبالتالي من الخشب ومن الصفيح الآن هم يقومون بإعادة بناء هذه المنازل حسين نعم ولكن بعد عملية الهدم هل هناك ردود أفعال في محيط المكان الذي تمت فيه عملية الهدم أو حتى في رامالله حيث السلطة الفلسطينية هناك مرة أخرى السؤال حسين عفوا أسأل عن ردود الأفعال رائد سواء في المكان الذي تتواجد فيه حيث تمت عمليات الهدم أو في رامالله حيث السلطة الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين هنا نبدأ من المكان المواطن الفلسطيني عندما يهدم منزله أمام أعينه وكذلك عندما تحضر القوات الإسرائيلية برفقة الجرفات وتقوم بهدم المنزل بالتأكيد هي صعبة على الإنسان وبالتأكيد يعني هو يريد أن يبقى في المكان وأن يتشبث بأرضه خاصة وأن هؤلاء هجروا من أراضيهم عام تسعة عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين وكذلك سكنوا في مناطق شرق مدينة القدس المحتلة وفي منطقة أريحة وهم أيضا كانوا يسكنون في منطقة قريبة منذ حوالي عشرين عاما هجرتهم قوات الاحتلال وحضروا إلى هذا المكان ولكن حسين تحدث عن الروح عن القوة عن العزيمة وعن الإرادة وعن الإصرار لهؤلاء الشباب الصورة الآن تتحدث عن نفسها ولا يمكن لنا الحديث عن هذه المشاهد التي نشاهدها الآن لشباب فلسطينيين بدوا هجروا من أراضيهم وإسرائيل تريد نكبتهم مرة أخرى حضرت الجرفات وهدمت هذه المنازل والآن هم يعيدون بناءها نعم شكرا جزيلا لك الزميل الرائد الشريف مراسل الغد كنت معنا من أريحة